انا من رفضي للتعدد ولكن انا انا ما بقولش ان الزوجة التانية خطفت رجاله. لا هو القصة عند الراجل. اه? ايه? ايه بليه تخطف. ايه بلي يتخطف? مفيش ست يقول ايه? يعني هو لا يخون ولا يتعادي لارسك. ولا ده ولا ده. هو انا لازم لا اسرق اللي ارتيشي. يعني مش لازم انا اعمل ايه? الحل ان انا لو مش مطفط مع الزوجة دي ومديقان ومش عارف عيش معها. احنا ننفصل وده شرع ربنا سبحانه وتعالى. بدل مقلمة وكل يوم تدع علي. مش يمكن حضرتك قاعدة. خطر الاولاد والبيت ما يتهدش. خطي بالك من الدراما اللي احنا الموضوع النهاردة بتاع جعفر العمدة. اه طبعا. قد ايه كان هو ملياردير وشخصية وهيبه ومع ذلك. ومع ذلك كانوا بيتألموا. وجاب لكل واحدة فيهم راندروفر ومش عارف ايه. ومعايشهم عيشة. مش بالماديات. عيشة عظيمة. وكمان خد بالك في نفس البيت ومواليهم كلهم. مع ذلك تألموا. وواحدة واحدة قررت الانفصال. اه. يعني هو المسلسل قال في الآخر انه انا طلقهم كلهم وبقى مع الزوجة الاولى. لكن برضو جابوا في الآخر انه هو قلبه لسه بيحب سورية وبيحب عيدة. فده معناه ايه? انه قد يرجع لهم او قد انه هو يتجاوز تاني. لكن احنا بنبقى فاهمين حتة الدراما. يعني الدراما ما بتحبش تركز في الحتة تي تقولك لا 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 هو ميتجاوز واحدة عشان ايه ما 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 يبقاش هما اللي روجوا لده. اه هو تا اه. لكن المقوم. تحديدا جعفر رامدة. لكن الزوجة التانية اختيار. اختيار. اه طبعا. ليه الزوجة الاولى فرض? علشان بيتجاوز عشان اهله. عشان بيتجاوزها عشان. بالمناسبة يعني. ما فيش الهيه. ساعات الزوجة التانية ما بتبقاش اختيار. ساعات بتبقى شرك. شرك خدايا يعني. فهم انتين? مش شرك اللي هو شرك. اللي هو ده العظيم. الصورة والميقب والشكل الجميل اللي هو بيبقى في الفترة الاولى من العلاقات. مش حقيقي. طبعا. يمكن زوجتك بطبخة وريحة البصر والكلام ده. ده مرة عليها السنينة عبر ما وصلت كده. ممكن الزوجة التانية دي بعد شهرين ثلاثة تلاقيك انت زيقت منها. ودخلت في الموضوع دوت وضمنتك. طيب. والصورة حلوة انتهت. بيحصل ولكن في بعض الحالات. وليه احط نفسي في الحتة دي? ما هو على حسب شرك حياتي اللي انا علشان انا شريك حياتي اللي انا اخترته نفس الفكر ونفس الدماغ.